وَلَكِنَّ الْأَمْرَ لِلَّهِ قَالَ الْجَلِيلُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدُ وَخِطَابِهِ الْحَمِيدُ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إن الله غفور رحيم أمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية الكريمة تقرر حقيقة يعلمها النبي صلى الله عليه وآله لأفراد الأمة لأن وظيفة النبي هي التعليم تعليم العلم والحكمة كما سمعتم في قراءتكم في مثل هذا اليوم لسورة الجمعة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذن وظيفة النبي هي التعليم فعلى هذا الأساس قال له يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراه ماذا تقول لهم الآن رح نرجع إلى هذا القسم من هم الأسرا لمن في أيديكم من الأسرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يقول إذا الله سبحانه وتعالى يعلم أن قلوبكم نظيفة الله على كل حال يعلم يعني ما حد يجي يقول بأن الله ما يعلم شنو في قلوبنا يعلم السر وأخفى هو اللي خلق الإنسان وهو اللي يعرف أنه هذا الإنسان ميول بأي نح وهو الذي تحدث عن نفسه فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن هو يعلم بأن هذا القلب فيه فجور أو هذا القلب فيه برور فيه بر هذا القلب فيه نية صافية أو فيه نية خسيسة وسيئة إذن ماذا يريد أن يقول يقول أن تأسعوا لأن تنظفوا قلوبكم وذلك بملئها بالتفكير السليم بالنية الصافية وبعد ذلك راح تتوفقون للعمل الخير كما في الحديث إن البر إن التفكر عن الإمام الصادق سلام الله عليه إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به يعني الشخص من يفكر يصفن مع نفسه راح هذا التفكير يدعوه إلى الخير يدعوه إلى العمل الصالح يدعوه إلى البر والعمل أيضا بإيش بهذا البر التفكير والتصميم وتحديث النفس الآن يحدث نفسه يوحي إليه يقول لها يا نفسي إن شاء الله اليوم الجمعة ما تنسين المستحبات المؤكدة أنا يومي العصر ما أدعو فترط لكن يوم الجمعة قريب المغرب الآن يحدث نفسه ما يطلع الغروب عليه إلا أنا قرأت هذا الدعاء القصير دعاء السمات العظيم يقول اليوم الجمعة غير يحدث نفسه بذلك هذا الله يعلم به خير يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هذا قانون عام يعلم النبي صلى الله عليه وآله من حكم الله ومن تعاليم الله يعلم إلى أمته يقول إذا خسرتم شيء من أولادكم من صحتكم من أموالكم من عشيرتكم من أي شيء من متعلقاتكم راح تحصلون على ما هو أفضل منه في الدنيا وفي الآخرة يؤتكم خيرا مما أخذ منكم بعد قال ويغفر لكم النتيجة الأخرى أن مغفرة تحصل إليكم هذا كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه في الحديث كرارا نذكره ما من مصيبة تصيب العبد إلا بذنب وما يعفو الله أكثر من يتعرقل حتى في الطريق هذا شوفه وشنه مسوي ها هاي يتعرقل إن الله ليحرم الإنسان بعض الأحيان الرزق بسبب الذنب حتى الطيور بسبب اعتدائها على بعضها البعض الله يحرمها من إيش من الرزق فإذا في المقابل أيضا إذا شيء في طريق الله فهو يعوض على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وإحنا شفنا يعني في هذا العمر القصير هذه التجارب الكثيرة لقدامنا إش قد من الناس اعتدي عليهم سلبة أملاكهم الله شنو عوضهم وعوض أولادهم ذراريهم في نفس الحياة الدنيا هذا بعض الآخرة شيء آخر وبقي سلابهم وبقي أعداؤهم اللصوص وقطاع الطرق اللي سلبوهم هم فقراء وهؤلاء شنو أغنية مع أنه المصادر شحيحة والموارد قليلة لكن شوف كيف هؤلاء يتنعمون وأولئك مع ما عندهم هم محرومين من الاستفادة الصحيحة ويعيشون الفقر في الدنيا وفي الآخرة يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وهذه جرت في عقيل ابن أبي طالب احنا أردنا هذه الآية الآن مفتتح لذكر فضائل عقيل ابن أبي طالب وما جرى لولده أيضا احنا عدنا في كربلا كما تعلمون شارك الطالبيون فقط من بني هاشم وليس كل الطالبيين أيضا شارك من الهاشميين الطالبيون وهؤلاء الطالبيون سواء كانوا علويين أبناء علي بن أبي طالب وليس كل أبناء علي بن أبي طالب فمثلا من خصوص الحسن والحسين وأبو الفضل العباس وإخوته وثنين آخرين أو ثلاثة من أبناء علي غير أبناء أم البني هؤلاء العلويون في فروعهم الحسنيين الحسينيين وهكذا لكن في ناس ما شاركوا من أولاد علي بن أبي طالب الآن بعضهم كان صغير بعضهم كان شيء آخر بعضهم كان مريض مثل محمد بن الحنفية عندهم عذر أو ليس عندهم عذر تلك مسألة أخرى وشارك من بني هاشم من الطالبيين أيضا الجعفريون أبناء جعفر بن أبي طالب ولو أولاد أولاده أولاد عبدالله بن جعفر ثلاثة من الشهداء من الجعفريين كانوا في وين؟ في كربلة لكن القسم الأكبر كان من العقيليين يضاهئون الآخرين حيث أنه من تسعة إلى أرباط عشر تقريبا شاركوا في هذه النهضة الحسينية شاركوا في هذه النهضة الحسينية ولذلك كانت التكاليف باهضة لأبناء عقيل فإذا العقيليون من الهاشميين من قسم الطالبيين هم أكثر ناس حضروا في كربلة وقتلوا في كربلة هذه ظاهرة تلفت النظر هذا معنى أن الأصل وهو عقيل كان جدا رجل إلى تأثير على هذه الأولاد وعلى أفراد أسرة بحيث ربطهم ربط محكم قوي بأبناء عمومتهم وبعمهم علي بن أبي طالب فلابد انفتش عن هذا الشخص هذا الشخص أول فضيلة له أنه محط لهذه الآية من الذين علم الله أن في قلوبهم شنوا خيرا فآتاهم خيرا مما أخذ منهم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إذن قلبه فيه الخير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وأيضا هو محل لمغفرة الله ويغفر لكم والله غفور رحيم وذلك أن عقيل خرج أسيرا فعاد مسلمان في واقعة بدر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل أحد من بني هاشم إلا خرجوا مع جيش المشركين خرج العباس عم النبي وخرج نوفل ابن عم النبي وخرج عقيل ابن عم النبي خرجوا في من خرج مع قريش في واقعة بدر ولكن شاء الله أن لا يقتل هؤلاء لأن هؤلاء ما كان عندهم تصميم على قتل وقتار رسول الله أو قتال من معه بل هؤلاء كانوا يحمون رسول الله هؤلاء لما كان رسول الله في قريش كانوا يحمون رسول الله كما سيأتي منهم عقيل فهؤلاء لم يخرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك نهى رسول الله عن قتل أحد من بني هاشم فلما أسروا بعث عليا جاء أمير المؤمنين وجد عقيل وجد عم العباس وجد نوفل رجع لرسول الله قال فلان وفلان موجودين وعد فلان وفلان قد أسرهم فعندئذ قبل القوم بأن يدفع هؤلاء الفدية وقدم رسول الله العباس وقال ليه نفسك وفدي ابني أخويك قال العباس أنا ما عندي فلوس يا ابن أخي تريدنا أروح أسأل قريش قال له عندك فإنك قد أعطيت أم الفضل قلت ليه أنا أطلع إذا في شيء حصل لي ولأولادي اصرفي على نفسك وعلى أولادك من هذا المال مال كبير نفق طويلا فانت عندك قال من أخبرك يا ابن أخي فإنه شيء لا يعرفه إلا أنا وأم الفضل قال أخبرني الواح فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم رجعوا مسلمين افتداه من نبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك صار يعطيهم في قبال الفدية التي قدموها كان يجري على عقيل في السنة ستين وسق من التمر ويقول له هذا من الذي قال عنه الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إذن هذه الآية تتحدث عن وجود خير في قلب عقيل قلب عقيل ممن شهد القرآن بأن قلبه نظيفا بأن قلبه خاليا من الوساوس كان في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان قد أسلم مبكرا ليس كما يقول البعض أسلم في السنة الثامنة للهجرة بل أسلم مبكرا هذا خط من خطوط فضائل عقيل سلام الله عليه من فضائل عقيل عليه أفضل الصلوات والسلام أنه كان يباهي القوم دائما اختصارا أيضا بأنني شاركت في تغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ما حصل لأحد وكانوا يعدون ذلك فضيلة أنه شارك مع علي في تغسيل رسول الله وشارك الفضل ابن العباس ولكن عقيل شارك أيضا في إنزال الرسول في حفرته هذا اللي ما حصل إلى غيره حصل لعلي وحصل معه أخوه عقيل كان يساعد علي في إنزال النبي في حفرته صلى الله عليه وآله وفي دفنه وهذا قلت لك من الفضائل حتى أن الأنصار في تجهيز النبي قالوا لعلي صرخوا من وراء الباب يا علي لا تغمط حقنا اليوم وأعرفه خرج وما ذاك قالوا اجعل منا رجلا هذا الرجل اشارك في تجهيز رسول الله حتى لا يروح فضل الأنصار هذا اليوم يقولون الأنصار ما شاركوا في دفن شنو في تجهيز نبيهم رسول الله فأدخل رجلا كبيرا في السن منهم صالحا شارك في تجهيز رسول الله إذن كان هذا يعد فضيلة هذا من فضائل عقيل التي لم تكن لأحد غيره من ضمن الفضائل التي كانت لعقيل ابن أبي طالب أن عقيل من الذين حموا رسول الله وكانوا من أقطاب مدرسة الفداء التي أسس بوادرها أبو طالب رضوان الله تعالى عليه أبو طالب طوع القبيل كلها لخدمة النبي ولحماية النبي خاصة لما أدخلوا رسول الله في شعب أبي طالب هذه المدرسة العسكرية القائمة على الفداء أحد أقطابها أبو طالب والقطب الثاني هو أمير المؤمنين الذي بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله في ليلة الهجرة ونزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هذا من هو؟ علي بن أبي طالب أبو طالب كان في أول الليل إذا نام النبي كما تسمعون في التاريخ ينام على فراش بعدين غير فراش من ينام؟ أحد أبنائه علي أو جعفر أو عقيل أو طالب أحد أبنائه ينام على فراش النبي يعني إذا راح يجي خطر الإغتيال لرسول الله ما راح يصيب رسول الله وإنما سيصيب أحد أبناء أبي طالب فلذلك هو رائد في مدرسة الحماية والفداء لرسول الله المدرسة الفدائية في الإسلام تدريب أفرادها كان على يد أبي طالب كان أحدهم عقيل ابن أبي طالب هذا اللي قلت سوف يأتي عقيل ابن أبي طالب هو ذلك الفدائي ولذلك ما تأخر عن فداء النبي بنفسه في يوم حنين يوم حنين الناس كلها فرت منها مسلمة الفتح ولم يبق مع النبي إلا سبعة كان هناك خطر الإغتيال دبرت قريش بجماعتها لأسلمت يسمونهم مسلمة الفتح أسلموا قريبا أسلموا لما رأوا الخطر مو قناعة منهم هؤلاء خرجوا في الحرب من أجل الغنائم لكن بتكتيك من زعمائهم الأصليين هؤلاء انسحبوا من المعركة وانهزموا وجعلوا الميدان مفتوحا لثقيف كي تفتك برسول الله صلى الله عليه وآله وهناك أناس من قريش نفسهم تصدوا لإغتيال النبي وذكرنا قصة العام الماضي في يوم وفاة النبي أحيى لما ذكرنا عن كانت القراءة على النبي محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل صل على محمد وراء محمد ذكرنا عمليات الإغتيال التي تعرض لها رسول الله لكن الشيء الذي نؤكده هنا أن الوقف ضد هذا المشروع ضد هذه الخطوة اللئيمة هو بنو هاشم ستة منهم والسابع أسامة بن زيد أسامة بن زيد بن حارثة والبقي هم نعم هم عمه العباس كان آخذا بزمامة ناقته كان عن يمينه أيضا كان أحد أبناء عمومته وعن يساره أيضا أحد أبناء عمومته كان عبدالله بن الزبير بن عبدالمطلب عبدالله بن الزبير بس أكد ابن عبدالمطلب فيه أكثر من واحد بهالإسم عبدالله بن الزبير بن عبدالمطلب كان بجانب رسول الله ابن عمه وبجانبه الآخر أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات والسلام أمامه يكشف الكتائب وكان من ضمنهم عقيل بن أبي طالب يحامي عن رسول الله أحاطوا برسول الله فأفشلوا هذا المخطط إذن عقيل خريج مدرسة الفداة التي تحمي الرموس وتحمي الشخصيات الكبيرة فهذا هو عقيل ابن أبي طالب صاحب هذا الفضل عقيل بن أبي طالب من فضائله أنه ورد فيه مثل هذا الحديث عن رسول الله قال سلام الله عليه صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب ولفاطمة وللحسن وللحسين ولعمه العباس ولعقيل بن أبي طالب قال أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم روش الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا هذا الحديث الشريف ثم قال وهذا حديث غريب ليش غريب لأنه لو قال سلم لمن سالمكم لعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا ما في مشكلة لأن هؤلاء معصومين فالحرب معهم قطعا حرب مع رسول الله السلم معهم سلم مع من مع رسول الله لكن العباس وعقيل فقال لهذا الأمر قال هذا حديث غريب لكن يقول الشيخ محمد تقي صاحب كتاب المقباس كتاب في علم الرجال عفوا كتاب القاموس في علم الرجال فقيه محقق قال هذا الحديث وإن كان كما ذكر الشيخ حديثا غريبا لكنه صحيح المضمون ليش قال لأن عقيل والعباس بعد وفاة رسول الله كانوا مع علي يدافعان عن حقه صحيح ما كانوا بالقوة التي كان عليها جعفر بن أبي طالب وعليها الحمزة لكن كان عقيدتهم هكذا أنهم دائما مع علي سلام الله عليه فلذلك فلذلك إلا يحاربهم يحارب علي فإذا رسول الله سلم لمن سالمهم حرب لمن حاربهم وهذا المضمون صححه آية الله أيضا الشيخ الأحمد الميانجي رحمة الله علي أحد أساتذة بحث الخارج أحد الفقهاء في الحوزة في قوم توفي قبل سنين عند كتاب قيم حول عقيل ابن أبي طالب هذا الكتاب أنصح باقتنائه وقراءته لأنه كتبه فقه كتبه مجتهد بحاث أيضا في التاريخ فيعطي نظريات صائبة مو نظريات أي شيء على كل حال هذا حديث هذا في فضل عقيل لعله أخيرا أقول حتى الوقت ما يدركنا ما أطيل عليك هناك رواية لا أريد أن تفوتكم أذكرها في فضائل عقيل يوجد فضائل يعني لو أردنا الموضوع اللي حضرنا 12 فضيلة أو خط عريض لفضائل عقيل لكن أنا أكتفي بهذا البند يروي الطبري طبري الشيعة في دلائل الإمامة عند كتاب دلائل الإمامة ابن رستم أبو جعفر الطبري رحمة الله عليه يقول بسنده عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول عقيل ممن حضر الوليمة هذا خط عريض حضور الوليمة يعني وليمة الزواج باطمة الزهراب عليهم سلام الله عليهما هذا هذا خبر الوليمة حضور هذه الوليمة تم لعقيل وخدم فيها يقول الإمام الصادق لما عقد رسول الله بفاطمة على علي قال لعمه العباس وكذلك قال لعمه الحمزة أطعم من حضر العق وأدخلوهم عشر عشر المكان بين ما يسع قال عشر عشر يدخلون وياكلون فأدخلهم عشر عشر وأخذ بردتين يمانيتين أزر بهما عليا وأزر بها الثاني عقيلا وقال لهما اسقيا أهل التوحيد الماء اسقوا أهل التوحيد الماء فيقول عقيل له هذه الفضيلة شرف الخدمة في زواج علي إلا إليه زواج في السماء بفاطمة وزواج في وين في الأرض هذا الزواج مو أي زواج وهذا يعلم عمل الخير إذا عقيل يعلمنا عمل الخير في مثل هذا خدمة في زواج المؤمنين إذا عقيل وعلي يخدمان بنفسيهما في زواج عليم بفاطمة فما بال المؤمنين لا يقتدون فهذا الآن يصير عندنا الخدمة حتى في الحسينية الخدمة حتى في المساجد أوكلناها لغيرنا وحرمنا أنفسنا من إيش من الثواب الجزيل الآن صناديق العمل الخير تشتكي من قلة الموارد البشرية التي تتقدم للمسارع في الأعمال الخيرية وإذا أرادوا يسوون مساكين عمل خير يدعون وينخون ويعلنون ترى نريد كذا نعدل المقبرة نريد نعدل المسجد كذا نريد نريد محتاجين إلى ناس صار كل شيء يستأجرون إليه أشخاص تقوم بتلك الخدمة لا هذا حرمان لأنفس الناس من الخير للمؤمنين من عمل الخير هذا درس من الدروس علي يخدم وعقيل يخدم والحمزة يطعم وأيضا العباس بن عبد المطلب في هذا الزواج العظيم في هذا الزواج المقدس لكل هذا بعد ذلك ما نستغرب لما نجي ونقول أن أكثر من قتل من الهاشميين في كربلا هم أبناء عقيل فعقيل هو صاحب هذا التاريخ اللي حاولوا يشوهونه عقيل حضر الثلاثة الحروب لعلي سلام الله عليه مو مثل ما يقول ابن أبي الحديد أن عقيلا لم يحضر حروب أخيه علي لا عذن مصادر توثق حضور عقيل في حرب الجمل وصفه والنهر وعقيل ممن حضر خيبر يعني إسلامه كان مبكرا مو في السنة الثامنة عقيل ممن حضر خيبر عقيل ممن حضر حرب مؤته وليه قصص في هذا الشيء يطول الحديث بنقلها هذه كلها من تاريخ عقيل ابن أبي طالب مع ما ذكرناه سابقا في تاريخ عقيل سلام الله عليه لكن يقولون أعظم فضيلة لعقيل هو نصرة أولاد لمن للحسين أكثر وهذا يعدون من فضائل عقيل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآل لما سأله علي أتحب عقيل يا رسول الله قال بلى أحبه حبين الحب الأول لأنه من قرابتي الحب الثاني لحب أبي طالب عمي له ثم عقب هذا التعقيل قال وإن ولده المقتول في حب ولدك الحسين ولد مسلم المقتول في حب ولدك الحسين أو تقرأ وإن ولده المقتول يسمي جنس مولد واحد كلهم مقتولين في وين في محبة الحسين عليه السلام لكن الفقر الثاني